اشتركوا في القناة الوثيقة والراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين كما قدم جلالته خالصة عازيه مواساته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وعموم آل انهيان الكرام بوافاة سمو شيخ سعيد بن زايد آل انهيان رحمه الله وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليلعه الرئيس مجلس الوزراء حفظه الله رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال